ما أكملت أسبوع إلا و خربت اللنبات ذولي ماضي عهل الوقت قلت لكم قبل حلقتين يبعدوا عن اللنبات اللي جاي فيها ترانز خارجي ومع ذلك أنا شريت متعيزة نطلع على الشارع الرئيسي خدتها من محلين في الحارة يقول مية مية وهذه خربت هذه الانواع اللي أنصح بها ما فيها ترانز خارجي هذه الطول مية مية يقول أصلا مساميرها مصدية ما أدري يجون أرد الانواع المحلات اللي في الحارة طبعا ليس تعميم ولكن ذولي ما يصلحون الصدق على كل حال أنا مطفي المفتاح من الجدار عن اللنبة نلاحظ أن فيه كهرب شفتوا اللنبة اللي هنا يتولع نظرتوا فيه لمبة إذا لمس تولع البرتقالية اللي هنا معناته فيه كهرب واصل إذلك يا أخوان ابعدوا عن لمس الأسلاك بيديكم تعودوا بدون لمس الأسلاك ونلزم طف الطبلون للدور اللي أنت تشتغل فيها ولكن باستخدام زرادية عازل نفسك يتم الفك سهلة ما يبلها شي يعني لا تلمسون شي ها هفكها وثبا نفس الثانية نفس الطريقة واسحب اللماء وخلصنا واضح هنشتغل بيدي وصوروا بيد عاد وفي قفازات ضد الكهرب لو تبي تستخدمها يشترها على كل حال أنا أبا أركبها الحين وبشد الأسلاك ببعضها وأربطهم بمعناء صح بالزرادية من يمطفي الطبلون يشتغلون في البيت عندي قلهم عودوا أنفسكم ما تلمسون الأسلاك زرادية اللي فك الأسلاك عن بعض وزرادية اللي شدها مع بعض والصحيح والأفضل تشتري كونكتر الكونكتر ما يحتاج تبرم ولا شي حط الأسلاك من ناك ومن هنا وشد بالمفك وقضينا آه ولا زيب منها وهذه بروح أذبها عليه أقول أنت كلامي يمي يرجع ما يبغانا إن خربت ذي بسرعة أبا أجيب النظام الأولي أسلاك تدودل يعني ستدلأ ولمبة قلاويزو وخلاصنا بس وإذا تعرف أي القواطع حق الغرفة اللي تشتغل فيها واللمبة الطفة هل ما يحتاج الطف في الطبلون كامل إن شاء الله أنها أطول وش تلي يشر هذه لمبة المطبخ خربت تو أنا حامد سابدي ظهري بيجيب شركة بس وخلاص ما عادر أميشتغل أو أتعوذ من بليز مار هذه أشواء لها فوق سنتين ونص تشتغل يوميا حوال عشر ساعات هذه أحوان هذه بالكونكتر أرخي المسمارين ذولي وأسلاك الكهرب وحطها تسنها زانت هاي أنا بتغثني بتخرب ثانية ولا تسني جيت يطبخون كأني اشتهيت الأطعمة تم التغيير نجرب نشوف وين مفتاحة قضينا هذه قلنا أسرع لأنها بالكونكتر هذا الدقيقتين ما أودكم بتحطون الغداء ميت من الجوع تحطون الغداء